بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لسنا بحاجة إلى مزيد من التحليل لهذه الجريمة الشنعاء أفضع جريمة عرفتها البشرية وإن كان القرآن الكريم قد سجل لنا جريمة قتل قابيل لأخيه هابيل فقد سجل لنا تاريخنا تلك الجريمة لتكون وصمة عار في جبين أولئك الذين باركوا نشأة النظام الأموي وفي جبين أولئك الذين ارتدوا على أدبارهم إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهد الشيطان سول لهم وأملى لهم كما هي جريمة ووصمة عار في جبين أولئك الذين يدافعون عن هؤلاء القتل ويحولون تبرير جريمتهم ويزعمون أن هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا جمع من تبقى على قيد الحياة من آل الحسين عليه السلام وكان من بينهم علي بن الحسين زين العابدين الذي كان مريضا ولم يشارك في قتال ولا حمل السيف لأنه كان طريح الفراش عن حميد بن مسلم قال انتهيت إلى علي بن الحسين بن علي الأصغر وهو منبسط على فراش له وهو مريض وإذا شمر بن زل جوشا في رجالة معه يقولون ألا نقتل هذا يعني ما هو عادي قتل يعني قتل لا يحسون بالسعادة والنشوة إلا إذا رأوا سفك الدماء وسمعوا صرخات المعذبين والمجروحين إذا شمر بن زل جوشا في رجالة معه يقولون ألا نقتل هذا فقلت سبحان الله أن أقتل الصبيان إنما هذا الصبي فما زال كذلك دأبي أدفع عنه كل من جاء حتى جاء عمر بن سعد فقال ألا لا يدخلن بيت بيت هؤلاء النسوان أحد ألا لا يدخلن بيت هؤلاء النسوة أحد ولا يعرضن لهذا الغلام المريض ومن أخذ من متاعهم شيئا فليرده فليرده عليهم قال والله ما رد أحد شيئا فقال علي بن الحسين جزيت من رجل خير فوالله لقد دفع الله عني بمقالتك شر قال فقال الناس لسنان بن أنس قتلت حسين بن علي وابن فاطمة ابن رسول الله صلى الله عليه وآله قتلت أعظم العرب خطرا جاء إلى هؤلاء يريد أن يزيلهم عن ملكهم فأتي امرأتك فاطلب سوابهم فأتي أمرأك فاطلب سوابهم عايز مكافأة ولا عذاب الآخرة أخذى وهم لا ينصرون أطلب سوابهم وأنهم لو أعطوك بيوت أموالهم في قتل الحسين كان قليلا فأقبل على فرسه وكان شجاعا شاعرا وكانت به لوسة فأقبل حتى وقف على باب في الصوات عمر بن سعد ثم نادى بأعلى صوته وقر ركابي فضة وذهب أنا قتلت الملك المحجب قتلت خير الناس أما وأبا وخيرهم إذ ينسبون نسبا وخيرهم إذ ينسبون نسبا فقال عمر بن سعد أشهد أنك لمجنون ما صحوت قط أدخلوه علي أدخلوه أدخلوه علي فلما أدخل حزفه بالقضيم وقال يا مجنون أتتكلم بهذا الكلام أما والله لو سمعك ابن زياد لضرب عنقك قال وأخذ عمر بن سعد عقبة بن سمعان وكان مولا للرباب بنت امرئ القيس الكلبية وهي أم سكينة بنت الحسين فقال له ما أنت قال أنا عبد المملوك فخل سبيله فلم ينج منهم أحد غيره إلا أن المرقع ابن سمامة الأسدي كان قد نصر نبله وجسى على ركبتيه فقاتل فجاءه نفر من قومه فقال له أنت آمن نخرج إلينا فلما قدم بهم عمر بن سعد على بن زياد وأخبره خبره سيره إلى الزارة ثم إن عمر بن سعد نادى في أصحابه من ينتذب للحسين ويوطئه فرسه هذا القزر الملعون لم يكتفي بجريمته التي ارتكبها وإنما أراد أن يشفي نفسه المريضة تلك النفس الحيوانية المتدنية التي تداني في تدنيها القردة والخنزيرة وعبد الطاغوت انتذب من يذهب ليطأ الجسد الحسين الطاهر عليه السلام بفرسه فانتذب منهم عشرة منهم إسحاق ابن حيوة الحضرمي وهو الذي سلب قميص الحسين عليه السلام فأصابه البرس بعد ذلك وآخرين فأتوا فداس الحسين عليه السلام بخيولهم حتى ردوا ظهره وصدره فبلغني أن أحبش ابن مرثد مرثد بعد ذلك بزمان أتاه سهم غرب وهو واقف في قتال ففلق قلبه فمات فقتل من أصحاب الحسين عليه السلام اثنان وسبعون رجل ودفن الحسين ودفن الحسين وأصحابه أهل الغاضرية من بني أسد بعدما قتلوا بيوم وقتل من أصحاب عمر بن سعد سمانية وثمانون رجلا سوى الجرحة فصلى عليهم عمر بن سعد ودفنهم وما هو إلا أن قتل الحسين فسرح برأسه من يومه ذلك مع خول بن يزيد وحميد بن مسلم الأزدي إلى عبيد الله بن زياد فأقبل به خولي فأراد القصر فوجد الباب مغلقا فأتى منزله فوضعه تحت إجانة في منزله ولهم رأتان وحدهما من بني أسد والأخرى من الحضرميين يقال لها النوار ابنة مالك ابن عقرب وكانت تلك الليلة ليلة الحضرمية فحدثني أبي عن النوار قال أقبل خولي برأس الحسين فوضعه تحت إجانة في الدار ثم دخل البايت فأوى إلى فراشه فقالت له ما الخبر عندك قال جئت بغنى الدهر هذا رأس الحسين معك في الدار قالت فقلت ويلك جاء الناس بالزهب والفضة وجئت برأس من بنت رسول الله صلى الله عليه وآله لا والله لا يجدمع رأسي ورأسك في بيت أبدا فقامت من فراشها فخرجت إلى الدار فدع الأسدية فأدخلها إليه وجلست أنظر قالت فوالله ما زلت أنظر إلى نور يصطع مثل العمود من السماء إلى الإجانة ورامت طيرا أبيضا طيرا بيضا ترفرف حولها فلما أصبح غدا وبالرأس إلى عبيد الله بن زياد وأقام عمر بن سعد يومه ذلك والغد ثم أمر حميد بن بكير الأحمر فأزن فأزن في الناس بالرحيل إلى الكوفة وحمل معه بنات الحسين وأخواته ومن كان معه من الصبيان وعلي بن الحسين وهو مريض فحدثني قرة بن قيس التميمي نظرت إلى تلك النسوة لما مررت بحسين وأهله وولده فصحنا ولطمنا وجوههن قال فاعتردتهن على فرس فما رأيت منظرا من نسوة قط كان أحسن من منظر رأيته منهن ذلك والله لهن أحسن من مها يبرين فما نسيت من الأشياء إلى أنسى قول زينب ابنة فاطمة حين مرت بأخيها الحسين صريعا وهي تقول يا محمداه يا محمداه صلى عليك ملائكة السماء هذا الحسين بالعرى مرمل بالدماء مقطع الأعضاء يا محمداه وبناتك سبايا وذريتك مقتلة تصفي عليها الصبا فأبكت والله كل عدو وصديق وقطف رؤوس الباقين فسرح باثنتين وسبعين رأسا مع شمر بن ذيل جوشا وقيس بن الأشعس وعمر بن الحجاج وعزرة بن قيس فأقبلوا حتى قدموا بها على عبيد الله بن زياد هذا المشهد يكشف الحقيقة البشعة لتلك الطبقة المنحطة ولتلك الفأة المنحطة من الأعراب الأعراب الأشد كفرا ونفاقا والأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله هؤلاء من نزل إليهم الإسلام وخاطبهم القرآن الكريم ولكن الله سبحانه وتعالى أرسله أو أرسل رسوله رحمة للعالمين وليس رحمة للعراب وليس رحمة للعراب دون غيرهم مثلما يعني نتحدث عن رسالة عيسى عليه السلام التي كانت رسالة مخصصة ومبعوثة لبني إسرائيل دون غيرهم هي رسالة للبشرية بأسرها وليست رسالة لهؤلاء العراب والزعم الفاسد الذي انطلع على كثير من الناس هو أن هؤلاء هم من حملوا القرآن وتطبقوه وأن من هؤلاء من هو من يمكن تسميته بجيل قرآني فريد بينما يقول الواقع والتاريخ أن هؤلاء ظلوا على أغلب هؤلاء ظلوا على بداوتهم وظلوا على تدنيهم القيامي والأخلاقي واللا إنساني كيف نفسر أن ذلك المجرم بعد قتل الحسين عليه السلام يقوم بدوس الجسد الطاهر بالخيول وتكسير الضلوع والعظام لهذا الجسد أي منطق ما هي الفائدة التي ستعود عليك لو أن الأمر كان مجرد صراع سياسي كما يزعم البسطاء فالأمر انتهى وخلاص خلصت القصة وقتل من قتل واستقر الملك بزعمهم ليزيد ابن أبي ابن معاوية وانتهى الأمر صراع سياسي والرجل كما يقولون يزعمون حافظ على المملكة وحافظ على الخلافة من الأعداء أعداء من إذا كان النبي الأكرم هو الذي أسس هذا الوجود الإسلامي وأوجد المادة التي تجمع هؤلاء العراب في إطار واحد ونطاق واحد وهو الإسلام الذي جعل من الأعراب ومن أحفادهم ومن أحفاد أحفادهم إلى يومنا هذا قوة موجودة في العالم في وقت ما كان البعض يرهب وجودهم ويعمل لهم ألف حساب في وقت ما كانوا يشكلون قوة ضاربة في العالم ولكنهم لم يستفيدوا من هذه الفرصة فانتهى أمرهم وبدأت ممالكهم تتآكل لأنهم كانوا يصرون على هذا النهج المنحط نهج القتل والغدر والخيانة والتمثيل بالجسس الطاهرة يقول عن حميد بن مسلم الرواية لأبي مخنف قال دعاني عمر بن سعد فصرحني إلى أهله ونعم الأهل ليبشرهم بفتح الله عليه وبعافيته فأقبلت حتى أتيت أهله فعلمتهم بذلك ثم أقبلت حتى أدخل فأجد بن زياد قد جالس للناس وأجد الوفد قد قدموا عليه فأدخلهم وأزن للناس فدخلت في من دخل فإذا رأس الحسين موضوع بين يديه وإذا هو ينكت بقضيب بين ثنيتين ساعة فلما رأاه زيد بن أرقم ده واحد من الصحابة لا ينجم عن نكته بالقضيب قال له أعل بهذا القضيب عن هاتين الثنيتين فوالذي لا إله غيره لقد رأيت شفتين شفتين رسول الله صلى الله عليه وآله على هاتين الشفتين يقبل هما ثم انفقر الشيخ يبكي فقال له ابن زياد أبكى الله عينيك فوالله لو لا أنك شيخ قد خرفت وزهب عقلك لضربت عنقك قال فنهض فخرج فلما خرج سميت الناس يقولون والله لقد قال زيد بن أرقم قولا لو سمعه ابن زياد لقتله فقلت ما قال مر بنا وهو يقول من لك عبد عبدا فاتخذ قوم تلدأ أيها العرب يا معشر العرب أنتم العبيد بعد اليوم قتلتم ابن فاطمة وأمرتم ابن مرجانة فهو يقتل خياركم ويستعبد شراركم فراضيتم بالزل فبعدا لمن راضي بالزل والرواية ورواية عن جعفر بن محمد بن علي الإمام الصادق قال وجد بن حسين عليه السلام حين قتل سلاس وسلاسون طعن وأربع وسلاسون ضرب ومال الناس بعد قتل الحسين على الورس والحلل والإبل فنهبوها ومال النساء على نساء الحسين وثقله ومتاعه فانتزعوا منهم الحلية والثياب والمتاع إذن هذه الجريمة لم تكن مجرد تفصيل واحد فئتان التقة كما حدث وكما يحدث في كل المعارك قتل من قتل يأخذ كل فريق يأخذ كل فريق من هؤلاء جسس قتلاه ويدفنه لا حتى هذه مسهلة بالجسس وديست بالخيول وتركت في العراء لا تجد من يقوم بدفنها رغم أننا لم نكن بإذاء معركة بين فريقين لم تكن الحرب مثلا بين العرب والروم أو لم تكن الحرب بين الكفار والمشركين وإنما كان الحرب والقتال بين فريقين ينتميان إلى هذا الدين صحيح أن هؤلاء كانوا ينتمون إلى إسلام مزيف سمح لهم أن يجمعوا قتلهم وأن يصلوا عليهم وأن يدفنوهم وفقا للشرائع الإسلامية الظاهرة أما من الناحية الواقعية فكانت معركة بين الإسلام الحقيقي والإسلام المزيف معركة لا تختلف كثيرا عن تلك الجريمة التي سعى اليهود لارتكابها في حق المسيح عليه السلام أو تلك الجريمة التي ارتكبت في حق يحيى ابن زكريا عليه السلام حينما قتل وقدمت رأسه لبغي من بغاية بني إسرائيل القضية التي نحتاج أن نستحضرها باستمرار هو أن دائما هناك نسخة مزيفة من كل دين يحرص هؤلاء الجبابرة على تقديمها للناس وإجبارهم على الخضوع لها واتباعها الناس بصورة عامة حتى أولئك الكفار المنافقون يحاولون الظهور بمظهر المؤمنين وهذا ما رأيناه على مدى التاريخ قليل من هؤلاء من يقول أنا الله وقليل من هؤلاء ما علمت لكم من إله غيري كما فعل فرعون عليه لعنة الله هؤلاء الأمويون هم فراعينة هذه الأمة الذين استفادوا واستثمروا الرسالة الإسلامية المحمدية وقلبوها ظهرا لبط ولبس الإسلام لبس الفرو المقلوب ليس إسلاما حقيقيا بعد أن جرد من قيمته الحقيقية والأصلية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتائز القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون من يقوم بهذه المهمة هل يمكن لك أن تأتي بمجموعة من الفسقة وشارب الخمر وتجعلهم حراسا وحماة لأعراض المسلمين هل يمكنك أن تأتي بمجموعة من القتلة والمجرمين ويعني تسند إليهم مهمة حماية الأرواح والدفاع عن الأنفس الزاكية هذا هو المستحيل بعينه وبالتالي نحن نرى أن الرسالة الإسلامية قد أصيبت في مقتل قد تعن الطعن قاتلة حينما انقلب الناس على عقابهم أفإن مات وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين هذا الانقلاب الأموي الرهيب لم يحدث بين عشية وضحاها وإنما سبقه تمهيد طويل بدأ يوم السقيفة حينما أبعد الإمام علي بن أبي طالب عن مكانه الذي أراده الله له سبحانه وتعالى وكما يقول الشاعر أكاذيب ساقة مصاب الحسين وما قبل ذاك وما قتلى وغصب أبيك يوم السقيفة طرق يومك في كربلا وصل الأمويون التزييف فعقد عبيد الله بن زياد الدعي بن الدعي اجتماعا ودعا إليه الناس وأحضر الرؤوس ثم نودي الصلاة الجامعة فاجتمع الناس في المسجد فصعد المنبر فقال الحمد لله الذي أظهر الحق وأهله ونصر أمير المؤمنين يزيد بن معاوية وحزبه وقتل الكذاب بن الكذاب الحسين بن علي وشيعته فلم يفرغ بن زياد من مقالته حتى وثب إليه عبد الله بن عفيف الأزدي وكان من شيعة علي سلام الله عليه وكانت عينه اليسرى قد ذهبت يوم الجمل فلما كان يوم صفين درب على رأسه ضربة وأخرى على حاجبه فذهبت عينه الأخرى فكان لا يفارق المسجد الأعظم يصلي فيه إلى الليل ثم ينصرف فلما سمع مقالة ابن زياد قال يا ابن مرجان إن الكذاب أنت وأبوك والذي ولاك وأبوه يا ابن مرجان أتقتلون أبناء النبيين وتتكلمون بكلام الصدقين فقال زياد علي به فوثبت عليه الجلاوزة فأخذوه فقتل وأمر بصلبه في السبخة فصلبه هناك هناك إذن الأمة ليس فقد فقط فقدت أئمة الهدى من آل محمد علي بن أبي طالب والحسن والحسين حتى هذه اللحظة بل فقدت رشدها وفقدت طريقها وانحرفت عن صراط الله المستقيم وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك موصاكم به لعلكم تعقلون نسأل الله أن يردنا إلى صراطه المستقيم ردا جميلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة